اشتركوا في القناة كان هناك مثل الجامعات سفرات ومكانات هي مع الأسف كان عندي معدل عادي بالمتوسط وكنت المدرسين شجعوني للتحاق بالعلم فالوالد كان بتزوج نساء اثنيا فهدد لأنه كان عامل بالنفط فقال إذا التحقت أنت بالتانوية بالإحداثية فمعناها أقطع المصرف عنكم أنا ما عندي أقدر أصرف على الجامعة فأنت لازم تروح الدار المعلمين فاضطررت الجامعة مش هات حكومية؟ حكومية بس مصرف يعني مصرف على اعتبال أنه لازم تروح البغداد ذاك الوقت لم تكن جامعة بالبصرة حينذاك فاضطررت أروح لهذه فيبقى عندي هذا أمل اللهم أكمل والذي فيما بعد التحقت بكلية الآداب امتحانت خارجي حتى تعادل شهادة الإعدادية سنة 71-72 والتحقت بالجامعة بقسم الفارسي لكن قبل ما أكمل سافرت للأردن بعد ما صار الحصار يعني بعد عودت من الأسر طبعا فما قدرت أكمل فأجتني الفرصة في أستراليا فالتحقت بجامعة وسترن سيدني ودرست انترنشنال ستديس وأكملتها بسنة يعني 11 وبينما التخرج صار 12 كان مع هذا المعلمين العالي كان مختلط لا لا ما كان مختلط عبدالجبار ناصر البلاد أعماره روائي كاتب وصحفي ومترجم عراقي عملت بالتعليم وبعدين انتقلت إلى الإعلام عملت محرر في مجلة الإذاعة والتلفزيون وعملت في صحيفة الجمهورية عملت رئيس لقسم الترجمة في دار ثقافة الأطفال بغداد كتبت مسلسلات إذاعية إذاعة بغداد في آخر تسعينات نشرت العديد من القصص القصيرة في الصحف والمجالات العراقية والعربية بعض الرواياتك اللي بعضها قريتها يعني وعجبتني هوايا أيام المعتصم الأخيرة الرواية اليهودي الأخير ضربة مثل الحسين فندق كاليفورنيا وترجمت عديد منها قرية الله لفلاديمير كورلينكو عندك دراسة في ثقافة الصورة في وسائل الإعلام قرية أماني أهلا وسهلا بك في بودكاست حدباء شكرا شكرا جزيلا لدي ملاحظة أنه بعد حضوري هذا المكان وهذا الاستوديو الصغير أنا أعتبرك من الجنود المجهولين اللي يقدمون للمشاهد والمستمع والناس معرفة بأسلوب ممتع مقابل لا شيء ومع ذلك حتى منظف أفراد العائلة يعني فهذه جهود جهود لا بد أن تذكر أسلم مشكور نبدأ بالترجمة نعم متى تقرر أن المترجم متى يقرر أنه يرغب أو لازم يترجم كتاب معين عندما يطلع على هذا الكتاب ويجد فيه شيء يجذبه يأسره مثل ما حدث مع قصص كورولينكو والآن أنا أعمل في ترجمة قصص لكاتب روسي عبقري أيضا وقارشين في سوفولود قارشين هذا عاش من يعني ولد 1855 وانتحر سنة 1888 يعني وعمره 33 سنة فكتب روائع يعني بحيث أنه كانت مثيرة لإعجاب تولي ستوي وجستوفيسكي و تشيكوف إلى هذه الدرجة فمن قرية القصص من قرية هذه القصص يعني مو بس أعجبت لي وإنما شددت لي يعني بقيت أفكر بيها بعد قراءتها ضلت أمامي يعني ففكرت أنه لماذا لا أقدمها للآخر ليشاركوا في متعة قراءة هذه الأعمال العظيمة قراءتها تكون بالإنجليزي عموما بالإنجليزي نعم لا عرف الروسية فتمتعت بقراءتها وشفت بيها قيمة أدبية لذلك لذلك ردد أنه تشاركها مع الأخير ماذا تستحق الترجمة أبدأ برواية غرباء مثل حسين نعم يعني هو العنوان يجذب وحدها هي تجربة عن الأسر عن الأسر و مثل ما تفضلت عن العنوان أنا لم أقتر هذا العنوان فهي اللي قدمتها إلى دار كبير للنشر في المصر هي الدار المصري اللبنانية فعندما قرأوا الرواية وجدوا عبارة كانت في في المتن حثة هزة أرضية في إيران يعني هذه في الواقع ليس من الخيال عام تسعين في الشهر السادس أثناء مباراة كأس العالم يعني بقينا متأخرين حتى وسمحونا يعني بالقدرة وكانت التلفزيون معلقة يعني نجلس نحن بالأرض وهو معلق فصارت هزة شارت بها إيران كلها يعني ذاك الوقت كانوا ناقلين إحنا مجموعة من هذا المعسكر من المعسكر يسمى منجيل في إقليم قيلان مو قيلان غرب أكو قيلان اللي يضم رشد وقريب على بحر قزوين شمال 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 إيران شمال إيران فحدث حدث هذه الهزة الأرضية في منطقة هي قريبة داء يعني حول المعسكر المال الأسرة وفي منطقة اسمها رودبار جنوب رشد كانت الخسائر أعتقد بالمئتين ألف يعني وتهدمت المنازل كلها فأثناء مجيء فرق إعلامية إيرانية للمنطقة فشافوا بعض السكان موجودين وكان رفسنجاني حينها رئيس جمهورية فمرة التقوا بها سئلوها يعني عن الحادث وكيف صار وهذه البيوت الخراب هذا العام الشرط هي على أعلى الجبل كان المعسكر فوق المعسكر سالم لم تقع منه آجرة واحدة طابوقة واحدة فقالت تعرفون هذا لماذا بقى هذا المعسكر لأن هؤلاء تقصد الأسر غرباء مثل الحسين فاقترحوا المصريين أن يكون هو هذا العنوان عنوان جميل قبل ما نفوت على الرواية وتفاصيلها لأن مبنية على أسر تأثرت كجد عراق ثمان سنوات وأربعة أشهر مهما تكلمنا بالأسر ما نقدر نعرف صحيح إلا تمر بيها عمق المعاناة وحدة الألم يعني شنو حيثيات الأسر كانوا دعونا يعني مو دعونا وإنما أخذونا مع الجيش الشعبي وكانت تذكر اسم هالمهمات الخاصة ذاك الوقت أسر إحنا أيار 1982 له أهذار هاي الأحداث مال محمرة أيار مايس 24 5 يعني 82 المهم أخذونا هناك فقبل الليلة من بدء الهجوم الإيراني يعني شوفوا النظام شون يميز يعني النظام يعني عنده أبناء الشعب يعني لا شي يعني إجت أوامر يعني أمامنا يعني استدعوا كل الحزبيين وأخذوهم إلى البصرة يعني يعرفون موعد الهجوم راح يكون بعد ساعات فمن صار الهجوم أي واحد حزبي كبير لم يكن هناك حزبي كبير إلا اللي كانوا في المواقع المتقدمة فصار حصار استمر يوميا كان بليم وباليوم الثالث اتأثرنا يعني لا ماء ولا طعام جاءت أحد المروحيات حاولت تلقي ماءونة فأسقطوها الإيرانيين بلي ليلة القبض عليها قررت أن أذهب إلى شط العرب وأصبح لأن مقابلنا جزيرة أم الرصاص عراقية يعني تقريبا 450 إلى 500 متر يعني عريق وعميق في مناطق فمن وصلت يعني قدرت أشاهد الشط بسبب الانفلاق الجوي قنابل الانفلاق الجوي يعني لا يومين ثلاث أكو هجوم الإيرانيين يقذفون بالقذائف يعني الصواريخ والتنوير والانفلاق الجوي بحيث صار نهار يعني تشوف الرؤوس رؤوس الجنود العراقيين داخل مياه شط العرب وصراقهم يطلبون النجدة وغرقوا الكثير لأنه الانفلاق قاعد يأديهم ويضربهم ويقتل يعني وبعدين عرفت أنه عبروا الشط أعيدوا وقسم منهم أعدموا لأنه كان عزة الدوري هو المشرف على هذه المنطقة من القتال اللي يسموها فرق العدامات فرق العدام دامتكم الخطوط الخلفية وكان واحد أحد اللي عبره هو كان قائد الفرق المسؤول عن المحمرة اللي هو قائد الفرق أهداعش وأعتقد اسمه أحمد زيدان أو عميد ركون إحنا لا بقينا في يوم 24 5 الساعة بالعشرة حاولنا إنه مجموعة صغيرة اللي نتفرقنا كل نتفرقنا النجي الطريق وجدنا نفسنا محاطين بالجنود الإيرانيين وبدت مأساة الأسر منذ ذلك الحين جوا وسلمتوا الأسلحة ما يعني هو هي عدنا بس البندقية بنادقنا والخوث أخذوكم على معسكرات أخذونا أول مرة أخذونا على مغزن مهجور في الأهواس خارج مدينة الأهواس ومنها تم نقنع إلى طهران ومن طهران إلى برندق هذا برندق كان معسكر معروف بتعذيب الأسرة وكان يشرف على التعذيب رجال الدين العراقيين ما حاجة نذكر أسمائهم لأنهم معروفين بعضهم حاكمين بعضهم حاكمين بغداد وبعضهم اقتيل وقتل وأتذكر أنهم شكلوا في تلك الفترة شكلوا قوات بدر وكان يقودوها الضباط إيرانيين يعني طلعوا بتلفزيون الإيراني ويتكلمون وهم على أساس أنه هذا اللواه هو عراقي لكن الضابط الآمر يعني ما أعطهم ثقة حتى ثقة ما أعطهم بهؤلاء اللي تولوا المسؤوليات عموما اللي يعني عموما مو بسببها الحالة اللي يكون وطنة ويروح ويرعدو العدو ما راح يده ثقة به طبعا ما يكو ثقة به طبعا إذا خنت خنت أهل أهل بلده شون بعد محل الثقة كيف يكون وطنك كبر تخون وبدت مأساة هذا فنقلونا إلى منجيل كما أخبرتك أنه قريبا من رشد يعني بين رشد وبين قزوين مدينة قزوين وبقينا إلى سنة الستة وثمانية يتهمون بأنه هناك يتهمون أي أي أسيا لا يوالي الحكومة الإيرانية ولا يبدي استعداد للقتال ضد الجيش العراقي يطلقون عليه أنه هذا صدام يعني يتوقعون منك كأسير تقاتل مع الإيرانيين والعراقين تثر ولائك تعذيب الأسرة ثم يغروك أنه راح تطلع وراح تتزوج فهم مكان ما يطلعوهم يتزوج ونخدوهم وين للجبهة مقدم برامج عراقي سمعت يقول التعذيب ما كان من الإيرانيين كان من العراقيين على العراقيين الإيرانيين والعراقيين التوابين سوية التوابين يعني شنو التوابين هؤلاء هما أسرع وأكثرهم من الأميين ومن ضعاف الشخصية ولممكن خداحهم بسهولة لأنه ما أعطلهم خلفية ثقافية مفتلا يغري بالخروج يغري بالجنة يغري فهؤلاء أبدوا استعدادا فزات حماسهم يعني تأييدا للإيرانيين في ضرب أخوانهم العراقيين هؤلاء هم التوابين شون كانت الحياة اليومية اللي سير حياة اليومية حياة قاسية جدا يعني هم كانوا يطلعوننا الصبح نطلع نتجول شون هي الجولة يعني نظل نفتر لأن احنا أعدادنا هوا احنا كنا في معسكر هذا منجيل حوالي ألفين فهو معسكر مو كبير يعني نظل ندور فمرة أخبرنا عامر المعسكر يقول عامر المعسكر وهو برتبة عقيد يعني ضابط غيران برتبة عقيد يقول زوجتي سئلتني هي لأنه هم يعني مناصر الضباط تشرف على المعسكر بفوق فهي يقول شطباه عليكم التفترون والسولفون يعني تحشون بيناتكم تقول ما خلصت السوالفهم قلت لها هي نفس السوالف ما يعيدوه يعني يعني اليحشي يعيد القصة الثاني يبين نفسه وكأنه يسمح لي أول مرة فيقول هكذا يعني كانت وهذه استمرت يعني بالعصر تنظيف الساحة هي الساحة متربة وبها عصر لازم لكنسها أما في الشتاء الشتاء بارد وتسقط عندنا ثروج هناك وتوصل يعني درجة 20 تحت الصفر في منجين بالشمال كان هناك تعذيب لا يعني أقصدك التنظيف لا أقصد أنه كان هناك تعذيب جسدي للأسرة طبعا وكان أيضا يعني سجل انفرادي داخل معسكر الأسرة يودون معسكر أو كنب للانفرادي هذا داخل معسكر جنود الإيرانيين هذا يعني زنزانات يعني ما كان يكون ما فقوق الأسرة اتفاقية جنيف وشاء الله ما كون قالوا نحترف بالإسلام أما اتفاقية جنيف فتحت القدم هم الضباط يحجرنا كانت كنت تستطيعين تبعث رسائل أو تستلم رسائل من أهل وراء سنتين يعني أنا أهلي أرفوا بي وراء سنتين نتزل رسائل أرسل رسائل لكن وراء سنتين هم استلموا رسالة وبدت بعديا يعني سهلوا تبادل الصور يعني رسول لصور العائلة كان أكو أسرا قتله أو توفى ولا الكثير منهم بسبب هذه بالبداية بسبب الأمراض ما أكو رعاية لأنه أخذوا عدة أسرا أخذوهم للمستشفى هو عدة آلام بمعته هم قصوا الكلية يعني يسوون تجارب سوء رعاية ولا تقصد لا لا مو بقصد وأنه سوء رعاية تعتقد أنه في الجانبين كانوا يعملون الأسرا لا العراقيين كانوا مسهلين للصليب الأحمر وكانوا يقدمون وجبات أكل مفضلة عرفنا هذا من خلال الأطفال اللي عادوهم اللي كانوا مشاركين بالقتال عادوا من العراق إلى إيران فبإيران يقرعوا بالتلفزيون يقول يعني شكاية يحكي بالفارس يقول هاروز قوشتو برينج برينج يعني كل يوم لحم وتمن زيان إحنا يطونا يعني هذا القدح الصغير هذا تمن والمرك ومي وكم حمصية أو فاصولية أربعة أو خمسة حبات وهذا يقول كل يوم يطونا لحم ورز ماذا كنت طولت بالأسر ثمين سنوات وأربعة شهر جيت يعني يوم اثنين وعشرين ثمانية يعني بعد غزو الكويت بعشرين يوم كنت منزوج واطفاء معاك طبعا لأنه كان عندي أربعة يعني واحد ولد بعد أسري بسبوعين بعد أسرك يعني ما شفت يعني لما رجعت عمره عشر سنوات طبعا يعني وكان يعني يعني انظر يعني شون واحد سامع بي يعني فبقت يعني العلاقة مو تمام مثل أخوتي التأثيرات النفسية على الأسير هي طبعا برسة هي الكآبة التي تلازم الأسير سنوات هذه تبقى كذلك الكوابيس الليلية والصدمة هي لأنه وإحنا من رجعنا يعني تصورنا وراح يستقبلون على اعتبار القاتلنا بالجبهة لكن بالعكس صرنا محط شوهات وشكوك على اعتبار أنه يمكن الإيرانيين غسلين أدمغتنا ومجنديك ولهذا بقينا يعني محط شك الرواية نفسها غرباء مثل فسين شنو قصتها هي قصة الأسر من البداية إلى النهاية أنا كنت كتبت أجبه بالمسودة لهذه الرواية وقدمتها إلى العامة المصرية وصدرت بعنوان كتابة على التراب سمعت كتابة على التراب لوجود قول لأحد الفلاسفة الإيرانيين الصوفيين يقول إذا أردت أن تنسى همومك فاكتبها على التراب يقصد أنه هذا ما باقي تجريح وتشيل هاي الكتابة كلها فاكتب همومك على التراب فبعدين قررت أنه لكثرة الأخطاء الواردة بالطبعة ولوجود تعديلات بها كتبتها من جديد فصارت هي غربة مثل الحسين سؤال أخير قبل ما ننتقل إلى قرية الله التي ترجمت اللي فلاديميك كورلينكل ليش بقوا الأسرة هالسنوات الطويلة يعني عشرة وخمسة عشر يمكن عشرين سنة وأنهم تصرفوا بتصرف غير معقول وغير مقبول لأنه صار اتفاق وصار يعني رجع العراق واحتراف بمعاهدة خمسة وسبعين فما كان أي مبرر يعني إنسانيا يعني مرات إذا أسوي مقارنة لا قانونيا ولا إنسانيا لا إخلاقيا يعني لما نسوي مقارنة وهنا هنا مرات يقولون ليش تقارن بس كبشر نحن بشر شرقي ولا غربي صحيح اتذكر فوقلند حرب بين انكلترا وارجنتين يعني بعد يوم ثلاثة يعني التأثير قاموا يبادلون أسرة بس لا تنسى بالحرب العالمية الثانية الروس احتفظوا لسنوات طويلة بالأسرة الألمان حتى الاستراليين زرت متحف الحرب بالعاصمة ثلث الأسرة ماتوا من الجوع ورجعوا بعد يمكن سنوات وتعذبوا من الياباني وهذا عدد نفس الشي من عسكرات الأسرة الروسية نروح على قرية الله نعم ترجمتها لأديب الروسي فلاديمير كورلينكو بالتقديم الناشر يقول المترجم سواها وترجمها لأن الظروف تشبه ظروف ما نعطقنا شون هي يسموه كورلينكو يطلقون على ضمير روسيا ضمير روسيا يعني هو يتحدث دائما أو يجسد بالكلمات معاناة المظلومين والفقراء يعني 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 يا ريتو كان مع الشعب العراقي حتى يشوف عمق معاناة العراقيين يعني هو صور الروس في العهد القيصري وحتى أنه عندما صارت الثورة الروسية يعني رغم علاقته وكون مقرب كان من لينين لكن هو احترط احترط على الدكتاتورية ما يطلق عليه البروليتارية يعني حتى هذا احترط عليها واحترط على يعني من كان القيصر لذلك نفي لأنه رفض يوقع على تعهد بالولاء للقيصر فنفي وكانت اول قصة ده حلم مكار بالمجموعة هو صور بيها نفس المكان اللي هو كان عايش به بالمنفى وصور هذا الشخصية مكار هي نفس الشخصية الفلاح اللي كان يستضيف بالكوخ وهو بعدين كان هو يخيط ملابسه وهو يخيط حداء وهو ينظف ملابسك هو في هذا الكوخ اللي عاش به سنوات لماذا الأدب الروسي غني غني لأنه كان أول أدب ينفتح على الطبق الفقيرة يعني أجب لك مثال ديكنز صور الفقراء أوليبر تويست وديفيد كورفيلد والتوقعات العظيمة لكنه كان يوصفه من الخارج يعني شون يعني طبق يعني أرستقراط وقاعد يوصف المساكين يعني الآخرين الروس لا الروس يوصفون الفقراء وهم وكأنما هم من ضمنهم فهذا الفرق صار بين الكتاب الروس والكتاب الغربيين قرية الله اسم كتاب لكن هناك قصص قصيرة ووحدة منهم هي قرية الله أي واحدة منهم عن تمرد صار عن التمرد اللي صار على القيصر على القيصر و جوا الجنود الجنود القيصر وأعدموا أعدموا مدابح وعلقوهم على اللي علق بذهني هذا التاجر هو اللي يمر بالمنطقة بالمنطقة وشوف المشنوقين مصلوبين أشكال معينة اللي ينصلبوا يعني قسم مشاني قسم منجل ملأة قسم مثل خوازيق فوقفوا وضرب أحد من الجثث بالسياط 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 شاف الجثث كلها قامت وقامت تلاحقه فهو رهه رب الحصان على القيص أي بعدين يقول يقول ندم لضربه للجثة صحي لأنه كان مقتنع بروايات الحكومة عن هؤلاء حكم عليهم بينما هم يمكن كانوا ثوا يعني مدافع عن نفسه مدافع نقطة جميلة جدا نطلع من نفس الرواية أكو قصة قصيرة اسمها الظلال عن سقراط عن الفلتازيا الفلتازيا الأطلال السقراط مزعج يعني كان يوصفو بأنه ذبابة ذبابة الخيل فلما نقول يعني لما نقول مزعج أي يعني هو يتكلم عن مزعج مو بس للحكام لا للشعب حتى للشعب لأنه كثير من الناس يفضلون يفضلون الجهل يعني يبقى كما هو ما يريد هذا التغيير فهذا يقول لك هاي الذبابة لأنه من تقرس الحصان الحصان يستفز فسموه هو لأنه قاعد يستفز الناس وينبههم هو عنده أقوال يعني أنه يقول كل إنسان لازم يعترف أنه هو جاهل حتى شنو حتى يتعلم ومهما بلغ من العلم هو يبقى جاهل لأنه كثير من الأشياء هو ما يزال لا يعرفها وإحنا وإحنا نقرأ كتابين ونسمي نفسنا ثقافيا ايه صحيح يعني في كبرياء وهو أيضا هو رغم أنه تلاميذ أفلاطون كتب كل هال أفلاطون كتب كل هذي أحد تلاميذ هو سجل هي هي كتبة ومحاضرات هي اللي بعد يسجلوها التلاميذ واللي عرفت يعني هو بقتها ما يسجل لكن تلاميذ هم اللي يسجلو اللي انطومة جاء تقريبا شهر ويومين حتى يتراجع حتى يتراجع ما تراجع هو رفض رفض ما أدري ليش ربطتها بمعركة جسدية مع الحسين صحيح يعني معركة خاسرة راح يموت يعني إنسان لما تشعر بظلم تريد تطلع منه ظلم إذا سجن إذا نظام تهرب الحسين معركة كانت خاسرة جسدية معروفة معروفة النتاج يعني هو عدد قليل باخين 72 أو 73 مقابل آلاب أكو تشابه هنا يعني ما أدري ليش ربطته والله كثير تشابه كثير ليش هذه نتيجة معروفة لاتميناته الحسين يعرف إنه سيقتل مئة بالمئة مع ذلك لم يتراجع يعني لم يعطي ولا عنه لذلك بقت ما الحمى الحسين صحيح ولذلك وبقت ذكره بعد 24 سنة نذكر سقران على هذا الموقف ما له رغم أنه أتيح يعني تعهد تلاميذ بإنقاذه وتهريده هو رفض قال أفضل الموت في مدينتي أثناء أثناء لأنني أنتمي إليها ونقطة أخرى قال أن القانون على الكل لا يصبح القانون ضد غيرنا أو يأذي غيرنا لازم ماذا هو قانون لازم حتى علي يتطبق وأنا أتقبل الذي علاق بذهني مرة أخرى يعني علاق بذهني بالقراءة مشهد ما بعد الموت هذا الحلم الحلم وبعدين سقراط يقول أنت تغبخني تقريبا هنا ساعة وانت لازم بالثوب مالي يقول ماذا أشوف يقول نفس الأجواء أنا وانت فهنا يفهم أنه سقراط رؤية الأمور أوضح طبعا وبعدين مخاطبة للآلهة هذه هم جميلة جدا يعني يأتي الآلهة يقول أنت مثل الحشرة تريد تهدم كل المعابد يثبت لهم أنه هم على كذب وعلى خرافة وأنه ما نفعهم للناس يعني خاطبوا ومثل سويتوا للناس هو يقول للآلهة يقول إذا أنا حشرة وحلقت فقير وصغير بالنسبة لك هزيت عرشك لأن أنت بنفسك جاء تريد تجادلني صحيح يعني يعني شو أنت تجادلني صحيح بعدين بعد 2400 سنة ما تغير هوايا شيعة أي واحد يقوم على الآلهة أو السلطة أو الهياكل نفس شيء يعني نحن كناس هم رح نعمل نفس ما عامل لناس أخر صحيح هذا صحيح وعملوا وعملوا يعني ما ما سفادنا شيء يعني ما سفادنا شيء من دروس التاريخ على الإطلاق وهذا شيء مؤسف أطلع على كتابك ثقافة الصور في وسائل الإعلام ثقافة الصور أوسمان لخدمة رؤساء الصناعة والتجارة اللي هم يخلقون يخلقون للحكومة يعني في أمريكا هذه الانتخابات هي الانتخابات هي منافسة بين أصحاب الشركات والمصانع الكبار جدا فهؤلاء هم يعبرون عن وجهة هؤلاء هذه السلطة التي تختفي وراء الستار ويبرج عنها سياسيين الإعلام يعني أصبح ليس أنه نقل الخبر أبدا أصبح صنع الخبر صنع الخبر صنع الخبر لأن نفس الخبر إذا تشوف سألين أقرب بالصحافة الأمريكية عندي طلاع عليها نفس الخبر لما 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 صفحة من اليمين يأخذها تحللها بطريقة يأخذها وليساري حلوة هو نفس الخبر صحيح هذا معناه توظيف الخبر إذا أكو إعلام للنخبة أكو إعلام للقاعدة يعني للعموم للعامة والله هذه أنا أشك بها هذه تماما أشك بها لأن هؤلاء هاي الطبقة العامة والعمال والنقابات تفتقر لرؤوس الأموال الضخمة اللي يتمول أجهزة إعلام ضخمة قنوات فضائية مثلا بالذات إمكانيات كبيرة جدا مثل الـ CNN أو حتى الجزيرة أو غيرها يعني هاي تحتاج إلى مصادر مالية ضخمة تتهم CNN أنها موجهة لـ 5% عندها نسبة معينة من الشعب مثلا والناس 5% وميهمهم الباقين يعني همهم يسموهم المثقفين أو الـ White Cola يعني أهل المكان وميهمهم الثانين لأن الثانين راح يتأثرون صحيح يتأثرون بالـ CNN قبل كان يسموها مثلا نقول BBC نقول CNN نقول هذه يسموها Mass Media اللي هي المؤسسات الضخمة الإعلام الواسع اللي إذا يصير بالتكنولوجيا كل اللي تحتاجه هو موبايل فون تصور نفسك وتنشر إذا فيسبوك إذا إذا تويتر التكنولوجيا تغير بحيث أن شخص واحد أنطيك مثالين إنسان يسمو تاكا كالسون كان يشتغل بفوكستيل وانطرد فوكستيل أو فوكسينيوز فوكسينيوز قبل كان رقم واحد أي برنامج ما لها رقم واحد في أمريكا لسنوات انطرت لأسباب كان كوهما لتزيور الانتخابات وفوكسينيوز خسرت قضية قضائية يعني بالقضاء الأمريكي يمكن 800 مليون دفع فكانت هذه أحد الأسباب الأخرى صوتها كان قوي يضغي على القناة نفسها فهذا هو إنسان واحد يخلي الكاميرا مالتها ويسوي مقطع خمس دقائر ويخلي على تويتر تويتر من طيب مجال يأخذ لمشاهدة 15-20 مليون بينما السينيينيوز والفوكسينيوز بإمكانيات الضخمة أي برنامج يعني أقوى برنامج ما يأخذ لمشاهدة إلى مليون مليون ثلاثة هذا صحيح هذا تفضلت به صحيح لكن هذا الشخص هذا عنده خبرة هذا رجل خبير بعمله كثير من الآن ينصبون قنوات أو ميكرافون أو يسوي الستوديو ويتكلم ويتحدد يعني ما عنده هذه الخبرة الإعلامية فتشوف رأيه متقلب أو حتى تدقوم الشكبي أنه قد يكون هذا ممول من جهة ما لا تمويل موجود لذلك عندك بالعراق يمكن خمسين لومية قناة صحيح ولا يمكن تتذكر الاسم صحيح غير أنه ما تشاهدها صحيح لذلك مثلا شخص واحد عادته قبل مثلا عندك أحمد البشير شخص واحد أكيد عنده قناة التي تساندها لكن صوته أكثر فعالية هو ما عنده قناة يعني يشتغل برنامج قصدي برنامج دي دابليو دي دابليو بس صوته واصل صوته واصلت بإمكانيات القناة لكن الرسالة ما تتوصل توصل ايه توصل بعدة أساليب إعلامية وخفة بل يعني قدر يوصل بها عندك نعوم تشمسكي يتكلم عن مؤسسات إعلامية اللي قلنا عليها ايه لنقول هذه عقايدية هدفها هدفها واضح يعني ايه رسالتها واضحة ايه صحيح ما تفقين ان الصورة تغني عن آلف كلمة ايه بالتأكيد لكن لكن تذكر لي عن أوسكار وايلد ان الغموض الحقيقي بالعالم هو المرئي اكثر من المقروع صحيح مع ان الصورة تكون اوضح هو يشير انه ما معروض او ما معروض ما مكتوب هو مو هنا الغموض الغموض باللي بالمخفي يعني هذا لاي المكتوب او المرء ما يجيب عن الاسئلة يمكن ان تجد الاسئلة في المخفي اكو واحدة اسمها سوزان سونتاك قول الذي الذي يسرد هو وحده من يجعلنا نفهم الذي الذي يسرد هو وحده من يجعلنا نفهم يعني انا يقول او الكلمات او الخطابة هو اللي فهمنا اكثر من الصورة صحيح صحيح وان كان مصير الكتاب ايضا مجهور ومعرض للخطر لكنه الكتاب يختلف عن الصورة الصورة الان انت تشوف فيلم موبي هو انت لازم تعيش وياه لكن بالرواية انت راح تشارك بالخيال انت راح ترسم اجواء اخرى ربما ربما ما ما طرأت على ذهن الكاتب خبراء علم النفس ما يوافقوك 100% لأن اكو مثلا علم نفس اسمه جيروم برينر امريكي يتكلم في دراسة له انه انتذكر احنا اذا سمعتك تحتي اتذكر 10% من كلامك صحيح لكن اذا شوف اذا قرنا 30% بس اذا شفنا 80% هذا تبقى على وقاع او على نصوص معينة انا اتكلم عن ما يخص الادب من الرواية وقصة هذا صحيح بالنسبة ما يخص احداث واقعية او نصوص او حقائق اكدوا احنا لما نقرأ لما نقرأ مثلا قرأت مالسقرات علقت بدهني وما راح تروح لان عجبتني لان الموقف الكلمات السرد الشعرية ذاك الموقف الرهيب ما راح تنساكي بس هذا يمكن عموما ذا يتكلم عن الموضوع انتقلي لا ايام المعتصم الاخيرة من هو المعتصم؟ هو ليس المعتصم هو المستحصم المستحصم لا افو الخلافة العباسية بدت بابو العباس السفاح ثم جاء اخوه ابو جعفر المنصور وابن المنصور المهدي وابن المهدي الى هارون وابعديا الامين والمأمون وأخوهم وأخوهم المعتصم يعني المعتصم عاش لأنه أم تركية فجلب جنود أتراق فضاقت بهم بغداد فأسس سرة من رأى اللي هي سامرة وبنى هذا الجامع والملوية هذا الحكم كان الفترة الأقوى يعني سوى المنصور أو الرشيد أو المأمون أو المعتصم هذه فترة كانت بها قوة الدولة العباسية بعد ذلك بدت الأقوام الأخرى تستولي على السلطة مع لقاء على الخليفة وتجريدة من كل صلاحياته مثلا البويهيين وواعدين السلاجقة دول يخلوا بس اسم يعني يذكر بالصلاة ويذكر بصلاة الجمعة أما أي صلاحيات ما كوستت بهم الأمور هؤلاء العناصر الأجنبية أنه يعني يدخلون على الخليفة ويفقؤون عينيه لأنه من يفقؤون عينيه معناها سقط حقه بالخلافة أنهم ما يجوز تعيين خليفة أعمى فهذه كانت وسيلتهم حتى أنهم بعض أبناء الخليفة فيما بينهم يصارعون على الخلافة بحيث واحد يقتل الثاني أو يقتل أبوه أو يقتل عمه قرأت أنه حتى هنو الرشيد ما كان مستحق الخلافة والد أنطة الخلافة كان عنده أخ أكبر كان أخو الهادي بس هو المفضل عدوالك هذا أبنه يعني هو أثنين أولاده بس هو وهذا المدلل والهادي يعني يقال هي خنقتها بالوسادة يعني موهتتها حتى ابنه الثاني الرشيد يسلم الحكم وهذا ما حدث يعني قوة الأطراف الأجنبي يمكن حتى بوقت هارون رشيد البرامج وصلوا إلى درجة البرامج يعني صار الكلام ما إلى الآن يعني حسب العراق من تحجي واحد وقعد يصرف يقول له عشان أنت برمقي يعني إلى الآن هاي سمعتهم فبداكل وقت كانوا كل الأمور هي بيتهم يحلون وربطهم لماذا الاستعانة بالأجنبي يعني هؤلاء كانوا عشانهم خبرة إدارية عظيمة جدا وكل الفورس كانت ثم خبرات يعني فجي بهم هما أبدعوا بعملهم بس قاموا يستغلون مناصفهم واحد منهم هو اللي رب الرشيد هو صغير أعتقد هو يمكن يحيى أو هو اللي رب هارون الرشيد في صورة شخصية المستعصم ضعيفة شانت شخصية المستعصم هي إحنا مع الأسف نفتقد إلى مؤرخ نزيه محايد يعني أكثر موجودين هؤلاء ولكنهم قلة محايد لو ما يسمحون الله تكتب تاريخ كما هو يعني التاريخ الآن يعني أكثر مشكوك بي لأنه كتبوا ناس مهالين لسلطة زمانهم فكتب كما ترى السلطة الأحداث وليس على الحقيقة فكذلك ما ينطبق على المستحصم المستحصم يعني هو لم يكن مثل أبيه أو جده أبوه هو المستنصر اللي بنى المدرسة المستنصرية وجده الناصر وكان قوي جدا بحيث يعني حتى أرعب الأعداء يعني لكن في وقت المستحصم هو مو لأنه أهمل وأنما هي الدولة ضحفة بحيث ولايات كامت تستقل يعني ولم يستطع الخليفة إرجاحها ومصر انفصدت واكتفوا بس الدعاء حتى الموصل كانت في ذاك الوقت تقريبا مستقل والموصل لأن أحدها نساء وزراء كانت بنت حاكم والي الموصل أي هو هذه وحدها التي كانت تكره زوجها لكن لأن زوجها فلازم وكانوا بعضهم يعني التنافس فيما بينهم يعني رجال الحكوم الحلقة المحيطة بالمستحصن يتنافسون فيما بينهم بحيث أضعفوا موقف الدولة كلها والدولة هي أساسا ضعيفة عرفوا يعني تقدم جيش المغول على خوارزم وسمرقند وطلبوا أهل خوارزم المساعدة من بغداد وطلبوا من أحد الدول الإسلامية ما حد جاوبهم هما لو في ذلك الوقت ساعدوا هذه خوارزم كان وقف المد فوصل المد إلى بغداد وبعدين تقدموا على الشام لكن المصريين جيش المصري قدر يتحر المغول بداية عصر المستعصم لما نجعل حكم الجيش كان مئة ألف الجيش كان مئة ألف امتهى بالأمر إلى عشرين ألف بسبب الفساد وقلة الرواتب المغول دزولة رسالة تهديد صحيح أعلن الولاوان المهم خبر رسالة سنة كامل إلى أن الجواسي أو عيون الخليفة قالوا ترجيش هولاكو أو المغول بدأ يصحف بدأ يتقدم فجمع وزراء أو مجلس الحرب شيسموه فقاموا يحكون ريد جيش جيش عشرين ألف كثير من أتراك إنكشارين مو إنكشارين سموها أتراك رواتبهم ممدفوعة ممدفوعة ماكو لا ما هذي فالوزير يقول لازم نشتري أول مرة خلين نسوي جيش قالوا خلين نسوي جيش قال خلين نشتري حصن فأحدهم يبين من ذول الفاسدين فيقول ليش الحصن يقول نحن مثل إمام علي كرار غير فرار ما نحتاج حصن حتى يصير تبرير وهذا الحكومة الحالية أيضا أتى كثير من هذه التحايل على الحقيقة الثاني يقول نحتاج جنود قال لا لا يعني خليفتنا الله رح يرسل لك جنود من السماء حتى أنه على هلاك ونفسه يقول لأنه أكو إيمان يعني عند الناس أنه هذا خليفة عباسي يعني يعود النسبة إلى الرسول ولهذا ما يمكن أن يقتل مستحيل إذا تقدم عليه واحد يريد يعني الأرض تنقلب حتى يقال أنه واحد من المنجمين هو أقنع بيها واحد منجم عراقي يعني عن الأصل وبعدين هذا واحد فارسي قال لها ما لها صحة وقال لأنه علي بن أبي طالب انقتل قتل هناك قتل الحسن قتل الحسين شون خليفة عباس ما يقتل أقنعه أقنعه للمستعصم قال حتى برسائلة لهولاكو يعني زعل يعني يقول شو رسائلك أنت كلها أنا خليفة المسلمين وبفتوى واحدة أقلب العالم عليك هو صحيح كان هالشكل يحتقد بنفسه ومصدقها يعني بدون قوة وإنما فقط بهذه الفخامة بالألفاظ دخول المغول البغداد كان سهل يمكن جهة واحدة قاتلت أسبوع أسبوعين ودخله هو صار هجوم أولي وبعدين تراجع المغول تراجع إلى حدود بعقوبة ثم تقدمه مرة أخرى يتكلم الكتاب عن بعد ما دخله المغول أحد وزراء المستعصم اللي هو العلقمي العلقمي تقريبا مبقى بمكانه محد جاهسة يعني محد هذه هل كان هناك خيانة؟ لا لا هذا ما أعتقد به لأنه هم يعني السبب اللي دعاهم للتشكيك ب وطنية وأمانة العلقمي أنه المغول يعني أنته حق أن يضم لاجئين يعني من يلجأ إليه يمنحه الأمان طبعا هذا هذا الحق الطول مغول للجاثليق أي حتى اللي فات أي واحد يدخل على الأديرة والكنيسة والكنيسة مأمون يعني وعطوا أيضا لرئيس حاخام اليهود في بغداد قالوا اللي يدخل عندك هو آمن فمو بس العلقمي فصارت المسألة بها شيء من الطائفية يعني هناك حتى ابن المستحصم كان يدخل على مناطق بغداد اللي أغلبيتها من طائفة أخرى هي اللي هي كانت منطقة الكرخ وكان دائما يشن هجمات على الكرخ يعني مو بالرصافة الرصافة ذاك الوقت هي يعني من أبناء العامة الكرخ هي من مناطق الشيعة مثل ما يسموها فكان يشد هجمات عليها هذه هي كانت يعني أنا حاورت بها يعني أصور الواقع بس أثناء بشخصيات عباسية هو واقع بغداد قبل السقوط قبل 2003 وحتى اختيار هؤلاء الثنين أبناء الخليفة اثنيناتهم يعني التصرفاتهم وعنجهيتهم وطيشهم مثل قصي وعدل تماما وجدت على فالي أم هو حفلاتهم مجون حفلاتهم ومجون صحيح بالنهاية لمن سقطت بغداد وأسروا للخليفة فقالوا لنطينا الذهب وطلعهم شوية ذهب قال لا لا هناك ذهب مكان ثاني فقالهم بعدين مكان ثاني يعني جبرو بحر من الذهب فحتى هولاكم قالوا هذا الذهب لو وزع على الناس ما يكون على القيد هفون عنك وطلع لفد ثمانمائة جارية أو نساء يقول هذول ما تخبيهم الشمس نعم هذه بعد سقوط بغداد أول سقوط بغداد جيت هنا من عمان يعني بعدنا بالشهر الرافع يعني من نيسان 2003 جيت من عمان يعني جيت خارج العراق تسع سنين هي بقتها يعني فصعدت في تكسي يعني الناس بعدها يعني استوى صار أسبوع مسقط النظام يعني فأبو سايق قال لي هاي معقولة يعني أشقد صدام عندها فلوس قلت له والله ما هتري قال لا هوه عنده لو من طين كل واحد ربوع مليون كان ما حد يقدر يتقدم على القصر الجمهوري نفس المسألة اللي صارت هو المستعصم يعني هذا السايق يقول له كل واحد من طين كمية يعني هم مور نريد فلوس هوه ما يكفينا نشتري مؤونة يعني مسؤول العراقي يعني إذا 2003 إذا كان مؤمن بالنظام كانوا رح يدافع ما حد يؤمن ما حد مؤمن فما كانوا كيمان حتى الفلوس الفلوس اللي يمكن حتى اللي عنده ربما يعني ربما يعني جوز يعني لذلك ما دلله شربطها بسوريا بسوريا الشعب دافع عن النظام يعني السوريا ما سغطت مع نفس القاعدة دخلت الخليج يعني طهم لا أنا هذا ما أظن لأنه لو لا مساعدة إيران وروسيا النظام كان ساقط من الزمان مو الشعب دافع الشعب شنو علاقة الشعب بمستبد وطاغية يعني ما معقول يعني هالخلية يعني يبقى 21 أو 30 سنة يرأس دولة يعني ما في غيرها يعني مستحيل كان بسوريا نفس الدموية اللي كان بالعراق ربو ما أكتر ما أعرف ما مطلعين نرجع نطلع على روايتك اليهودي الأخير من هو اليهودي الأخير بنته على شخصية طبيب ناجي هو بالرواية اسمه ناجي لكنه في الحقيقة هو طبيب مشهور جدا بالعراق وخاصة بالجنوب وفي بغداد واسمه داود كباي صار عدة اتصال ببعض الأصدقاء في لندن قالوا احنا نعرف يهود من عائلة هذولي من عائلة كباي فاتصل بي ويصير ابن أخوه أرسل لي صور لشهاد التخرج يعني بالثلاثينات أوامر نقلة أوامر تعيين أو أوامر نقلة تعيين مثلا في الأنبار بعدين في إسامارة بعدين نقلة للعمارة هاي كلها وصور وأرسل ليها فبدت يعني الصورة الصورة واضحة والحقائق كلها إضافة إلى أنه عندنا محلة في العمارة اسمها التورات لأن هاي المحلة كلها كانت كلها يساكنيها يهود وفي المحلة أيضا مثل ما مذكور بالرواية كنيسة أم الأعزان نسميها فهذه المنطقة يعني كانت هي قلب العمارة في تلك الفترة يعني في الأربعينات والخمسينات والستينات إحنا كنا قريبين يعني مسكننا يشرف على هذا على المحلة بحيث أنا كنت صغير أشوفه للدكتور يوقف هو أدى بيت من البيوت القديمة الطرس يعني ثمان غرف ثمان غرف وأكتاب أخفوق ويطل على ساحة واسعة فهو يستقبل المرضى يعني كشفيت أتذكر كانت ربع دينار بس اللي جايين من الريف ما يأخذ من أطلقهم فلوس لأنه جايين خطيئ فيكتب لهم الأدوية هو يروح يشرف على الأدوية هو يدفع الفلوس مو بس هو يطيهم عدة فراشات بالغرف فيسكنهم ما دام هم مضطرين يسموها اليولاي يعني بالمدينة هو مصرفهم علي فالناس يعني ولي أنه طيب من عتم هواية ويقال أنه مثلا طفلة جابوها إلي يعني عمرها سبع سنين فشاف وقلونا عمر صار لها سنة مدى سنتين فقلهم بخلوها أنا عالجها ظل مشرف على علاجها يمكن أسبوع بتحت عيونها فصارت مثل المعجزة بالأعمار أهلها بدوا إحنا هناك إذا تكرم مثلا جامع أو مبنى أو مرقب مقدس تخلي لها حنة على الباب فجو الناس دولي أكثر من الأرياف صار الباب مغطى تماما بالحنة أنا أحكي لك هاي الحقائق عن هذا الطبيب فصارت ضاقة ويدرعا دول الأطباء كون أعداء أعلم إيه لأنه هم ما عاد يروع عليهم وهذا حتى الفقير يجي بلاش ويدفع له فلوس الدول إضافة بدوا يحاولون أفراد الشرطة أفراد الأمن يعني يحاولون افتزاز يعني ياخذون مننا فلوس ما ما نجحتوا إياهم يعني هو مستند على الناس يعني ما حد يستند يضايقه هو ما عد سلطة وهم كل سلطاتهم لكن هن يخافون من رد فعل الناس إذا واحد أساء للطبيب المهم نقل هو بالحقيقة يعني نقل إلى مدينة الثورة ف بالسيارات بالقراج ما السيارات هذه ما يقولون بغداد كانت هاي سيارات الكبار نير يصيحون دكتور كباية دكتور كباية يعني وتجي الناس تصعد العيادة مالة العيادة مرتبة التورة ما يقولون بغداد هاي الناس تجي قبل يعني تحرك المير من الأعمارة تروح مدينة التورة بغداد شنو اللي تغير انه حوصر كي شون يعني بالاخير حوصر جبر انه يخرج او يهرب هو تغيرات سياسية اللي صارت ايضا صار يعني هناك في بغداد نفس الشي حدث مثل العمار عد أطباء مدينة الثورة شتكوا شتكوا انه هذا الطبيب قاعد ينافسهم لأنه كل المراجعة قاعد يجون ومو بس البصرة ايضا والناصرية كلها قاعد تجي فقال له لنت تترك العيادة قرار من المحكمة قرار من المحافظة فهو شاف انه ما كجارة سافر يعني طلب السفر وسافر الى لندن لندن هو ما مارس يعني ما فتح عيادة رسمية العراقيين اجبروا العراقيين ساكنين في لندن اجبروا انه يفتع عيادة وهم يجون هم المراجعين فبقى الى التوفية بالرواية اكو 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 شخصيات ثانية اكو مثلا شي سموها راقصة داعرة وزوجها خطية فقير فدائما الامن والضباط يروحون يجون وكان دائما يعيروب هذه الى ان قتلها لو قتل نفسها معرف زوج السيدة اللي كانت يعني الجنود او الضباط هذه كثير من احداث وهي واقع يعني هي موجودة دائما ابو الامن اللي عنده سلطة هذه دائما يستغل خاصة بـ 63 يعني حاولوا اذيت الحرس القومي لان الحرس القومي ما خلى شي ما دنس هو الدكتور ما كان عند عائلة يمكن الدكتور ما كان عند عائلة بالرواية ما لا لا هو انا ما اذكر او يقال انه عند اخت مثلا ما اشت اشوف بس هو الرواية بالسرد مالها جميل جدا بس الاحلال اللي عجبني شخصيا مرات كنت تقطع في دكتين ثلاثة وصفحتين يتكلم هو عن هموم نفسه يعني اكيد اكو هموم الناس والعيادة والمخبر اللي وراه بس دائما هو نفسه يتذكر اكو ذكريات ذكريات مع الفرهوت اللي حدث في بغداد هو كان ايامها في بغداد شون انتهت الرواية شون النهاية مع الرواية نهاية الرواية سويت ينهزم على حتى ينهزم الايران فهناك بالهور يعني يقتله واحد شرط يصير تبادل اطلاق النار هو قائد الزور هذا عراقي من المدينة يعني هو يظل يدافع عن الطبيب لكن هو تجي رصاصة قتلى للطبيب لين عشرت كم عصر الحكم اي ويمكن حتى اشتغلت بالمعارضة فترة صحيح شون تشوف الوضع العام بالعراق يعني اللي دي يصير بالعراق خارج إرادتنا كشعب وحتى كحكام يعني اللعبة أكبر من العراق يكون لان لأنه كترة اللاعبين من الخارج هذا ما كانت الأنظمة السابقة هاي وتيحت لهذا في هذه الفترة في الفترة الأخيرة أو الحكم الأخيرة لأن يمكن جبهتنا الداخلية ضعيفة هشة كيف لأن يمكن جبهتنا الداخلية ضعيفة يعني دائماً بالسياسة أكو مؤامرات لأنه ضعف الحكومة مو ضعف إحنا يعني الناس ضعف الحكومة تجاه هذه كانت في عهد صدام كانت مؤسسات قوية في مواجهة الجواسيس كانت المخابرات العراقية واحدة من أكبر الأجهزة من منطقة الشرق الأوسط الآن مخابرات كل الدول يسرحون ويمرحون في بغداد لأنه ماكو جهاز منظم تنطين قوي مثل ما كان في تلك الفترة قبل السقوط ما كان هذا وما كان يحدث دائما نقول بوضع العراق عموما دائما نقول لعن الله ما نيقض الفتنة صحيح نقدر نطلع الفتنة وندرسها بحيث نعالجها غير المسكنات دائما لما نكون الأمور طيبة نتكلم عنه جميع العراقين شعب واحد ولا واحد لكن حارثة صغيرة تصير تطلع الأنياب تطلع هالسموم نقدر نعالج الفتنة هو الحل الوحيد وهو حل ليس آنيا وهو الوعي أنت من تكون عندك شاب أنت هو وعي تام يعني مو تام هو وعي عالي ممكن يتجاوز أي صعوبة نحن شعبنا بعد ما وصل إلى هذه الدرجة من الوعي أضرب لك مثال حذث بالسقوط هاجموا النهبة والمتاحف متحف العراقي هاجموا المؤسسات هاجموا المدارس في ألمانيا بقت المتاحف اللي بيها هاي يعني كنوس العالم دون أن تمس ليش الفرق بالوعي إحنا من أجسل عندنا هذا الوعي درجة عالية دا كل وقت نتجاوز أي فدنة ونقبرها بحينها بالوعي فقط شعب عند حضارة دائما نتكلم عن أربعة آلاف خمسة آلاف سنة شنو العايق عن الوعي يعني أنت لا تظن أنه هذا الشعب خلنا نقول السومارين مثلا درجة كانوا ناس مبدعين أما الآن صارت مسائل عديدة وتأثيرات كثيرة وتدخل عناصر أجنبية كثيرة بحيث ما نطعنا مجال يعني أن نستريح أن نفكر أن نتأمل الأمور أن نتأمل واقعنا ما عندنا هذا المجال أختمها بعدين عندك كلام يعني آخر كلام سؤال عن المرات مزعج تشوف العرب والعراقيين حتى متفقين أن العراق لا يحكم إلا بدكتاتور عادل يعني مثل بع العراقيين ما أعتقد صحيحة هل إحنا يعني لها غير بالغين غير واعين مثل ما تقول أنه نحتاج إلى دكتاتور كي يمشينا وإذا ما أكو دكتاتور نضيع لا إحنا ما مهتاجين بش الظروف يعني قوة صدام أجبرتنا يعني ضخامة قوة النظام قبل صدام يعني حتى الملكية نوري السعيد وجاك عبد الكريم يعني معظمهم معظمهم هذه السلطة بس معظمهم ان قتلوا أنا دا أقول على ما استخدموا ما استخدموا العنف مثل ما استخدم صدام صدام يعني كان عد القتل يعني أمر سهيد جدا حتى القانون يقول هو شنو جرد قلم القانون لذلك العنف استخدمها لذلك العرب والعراقيين يتكلمون أن العراقيين يحتاجون لدكتورة حادل تذكرت مرة كنت تتحدث مع زميلة بالجامعة الروسية فسألت عن بوتن يعني هو عدة شعبية في روسيا قارت الشعب كله يحبه قلت له ليش قاتلين قوي يعني هذا بعض ما يأيت كلامك يعني قوي بس يأذيهم هو قوي بس يأذيهم طبعا قوي بسلطة عليهم تقول أي هذا يحبه لأن الروس يحبون القوي ما يحبون المتسامح يجوز بشكل ما ما نحب المتسامح وليحفي مثل عبدوكين قاسم مثلا يعني بقى بلا مؤيد ولا نصير من هجمه عليه يعني حتى هذا حتى عبد الكريم هم مختلفين على شخصيته ربما يعني بس هو رجل يعني نزيه وأمين رغم أنه هو هو السبب الرئيسي لمجيه صدام حسين والبكر يعني يعني بدأ بدأ بالانقلابات كان عنده عذر أنه يسوي الانقلاب على العين والله ما كان أي عذر ما كان أي عذر كانت الدولة يعني مؤسسات دستورية وكانت عدتها مشاريع يعني أنجزت مشروع الإعمار سموه الإعمار اللي هو أنجز سدر بندخان وسدوكان وسدود سدت الكوت وغيرها هو نفس هذا البرنامج وإنشاء محطات كهرباء النجيبية وغيرها مثلا يعني عبد الكريم قاسم ما كان عند يعني السبب قوي جدا يعني إحنا بالنسبة أنه بذلك الوقت نقول مثلا يقول أنت ما نحلي في بغداد يعني ما كان مؤثر على حالة الناس أو مستقبل الناس فهو اللي بدأ بالقناة العسكري وبدأ تجد هاي العصابات اللي تواهت إلى انتهت بصدام نسيت أذكر أنه أحييك أنه اللي من جاءت أستراليا وكملت دراسة راحت على جامعة وسترن سيدني كملت بها شنو دراسات يعني اللي هو أشمه بالعلوم السياسية كملت يعني المنهج كان يتضمن مثلا آسيا والعالم استراليا والجنوب شرق آسيا تاريخ جنوب شرق آسيا الدول مالتا يعني بعضها على حداء النظام بالصين والفساد الإداري بالصين استفادت منها كثير استفادت عندك مشاريع جديدة أنا الآن أعمل على ترجمة مثل ما قلت قبل شوية أنه على ترجمة قصص في سبولوت قارشن اللي انتحر قلت لك عمره 33 سنة وعند قصص رائعة جدا هزا انجزت ما يقارب يعني 70 صفحة من هاي المجموعة وأمل أن أكمل بعد أربع قصص أتمنى لك أتمنى لك طبعا النجاح دائما شكرا لوقتك شكرا كلمة أخيرة استاذ عبد جمعر والله الكلمة الأخيرة هي الشكر إليك ولجهودك هذه وأعتقد ستؤتي ثمارها يوم ما وأنا أشجعك على مواصلة هذا الجهد الطيب لتقديم النفع للآخرين عبر هاي المجالات المعرفة شكرا جزيلا شكرا إليك أعزائي المشاهدين والمستمعين أشكركم على حسن أصغائكم إذا عجبتكم الحلقة تقدرون سووون شير موجودة في اليوتيوب موجودة على السبوري فاي حتى لقاء آخر كان معكم يوحنان أحياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر